موسيقى المدير أصر على أنه يعمل متأخرا عندنا السبجينكتف هنا ونطالع الفعل اللي في الجملة واللي هو يتم استخدام الشرط أو السبجينكتف مع بعض الأفعال والتعبيرات مثل ما يلي إذا استعملتها مع ask or request أكصد بها يعني ضروري نمبر تو إذا استعملت دامن أو require أكصد أمر حتمي نمبر ثري إذا استعملت insist أو suggest ما ناتو إن هذا الشي إنه مهم نمبر فور إذا استعملت recommend أو urge ما ناتو إنه مهم الصيغة عندنا بتكون verb أو expression يعني نحط فعل يعني نحط expression من هذا اللي هنا بعدين أحط ذات بعدين السبجينكت اللي هو الفاعل يعني أو الضمير بعدين أحط pass verb الفعل في الصيغة الأساسية أو في المصدر هذه إذا كانت الجملة إيجابية أما إذا بن فيها أضيف not كمثال من المهم أو من الضروري أن ترتدي بشكل مناسب مثال ثاني هي طلبت مننا أن لا نتأخر عندنا هنا أول شي حطينا شي بعدين ask اللي هو subject subjective عفوا بعدين that بعدين subject اللي هو we هنا هي من فيه فحطينا not وبعد not إيش حطينا best verb أو المصدر ب بعدين late وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو see you guys next time